دارت على نفسها حتى سقطت في الحفرة ذاتها هي العملية السياسية المأزومة في العراق وهي تمر بأصعب أوقاتها حيث يشد المتظاهرون عليها الطوق فحاولت إيجاد منفذ بالقفز على مطالب ثوار تشرين بتشكيل حكومة جديدة فإذا بالأخرة تلتحق بسابقاتها بعد مخاض طويل ووعود كبيرة خرج محمد توفيق علاوي معلنا فشله بتشكيل الحكومة المقبلة مبررا ذلك بالضغوطات التي تعرض لها من جهات سياسية وتلك خطوة استنها ساسة العراق الجدد فجميع حكومات ما بعد الاحتلال كانت لا ترى النور إلا بعد توافق الأحزاب وتقاسم المناصب الحكومية وهذا ما لم يحصل مع علاوي اتهم الرجل ذات الجهات التي لم يسمها بالعمل على إفشال تمرير الحكومة عن طريق عدم تحقيق النصاب في جلسات البرلمان كما سعر جهات أخرى خلال مفاوضات تشكيل الحكومة لتحقيق مصالح شخصية دون أي اعتبار لدماء الشهداء دماء الشهداء وقود ثورة تشرين يرى الكثيرون أن علاوي حاول استمالة الشارع الرافض له منذ بداية تكليفه زاعما أن قميص المتظاهرين الملطخ بالدماء كان السبب الأساس لاعتذاره عن تشكيل الحكومة ليظهر السؤال البديهي أين الرجل من الدماء التي قتل أصحابها وهم ينادون رفضا لتكليف مرشح الأحزاب بينما كان علاوي يحضر أسماء تشكيلته الوزارية لا يكاد أحد ينكر أو يحاول مواربة حقيقة الفشل المتراكم للطبقة السياسية فحتى حكومة الطوارئ المؤقتة لم يتفق عليها بسبب جنون السلطة المتفشي لدى الأحزاب الحاكمة التي هدد بعضها بعضا في حال عدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي لعل أحد الأطراف كان فشله مضاعفا بعد أن انخلع ثوب الإصلاح الذي كان يرتديه وفشل مرشحه بتشكيل الحكومة حتما إنه القدر وهفوات سياسي الصدفة تنهي حقبة بدأتها الدبابة الأمريكية وأنهتها صرخة العراقيين